السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم يا سلام عاوني وفيديو جديد من فيديوهات افسي موبايل وقبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكمان ما تنسوش تدول اخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ان شاء الله. اخيرا تسريبات حدث التوتي من البس المباشر الرسمي للعبة واللي نزل الساعة تسعة النهاردة وهقول لكم كل حاجة في الفيديو ده اولا دي وجهة من وجهات الحدث اللي هتبقى موجودة في اللعبة وجهة كمان فيه وجهة تانية موجودة لفندايك وهتبقى دي هي الوجهة التانية للحدث الوجهتين اللي موجودين في اللعبة وتعالوا كده نبص بصة على الفريق بتاع التيموف زاير الكامل اللي نازل واللي موجود فيه ميسي وهالند ورودري بوفر سبعة وتسعين بلينجهام روبين دياش دي بروين ونبابي بوفر ستة وتسعين باندايك وسيو هرناندز اوفر خمسة وتسعين واخيرا أليسون وفرومبونج اوفر اربعة وتسعين ده الفريق الرسمي الحداشر لاعب اللي نزله رسميا في حدث التوتي كمان فيه خمسة ايفنت ايكون نزلين في اول اسبوع كل اسبوع هينزل ايفنت ايكون زوجداد فدول اول خمسة رونالد اوفر سبعة وتسعين فاندر سار اوفر ستة وتسعين جاري زينيو اوفر ستة وتسعين بوفل نيتفيد اوفر خمسة وتسعين واخيرا أشلي كول باوفر اربعة وتسعين دول اول اسبوع هينزله في الحدث بعد اسبوع هينزل لعيبة تانية ايفنت ايكون طيب تعالوا كده نشوف الحدث الحدث مكون من سبع شبترات الشبتر الاول هو التوتي مين واللي هو هيبقى عبارة عن توجيهات للمؤيدات وتوجيهات للكوستس توجيهات للستار باس دي بعض اللعيبة اللي موجودة في الحدث طبعا فيه كروت مهمة جدا زي بلينجهام وإديرسون ويمبابي وفينيسيوس وفيرتز كمان ده باقي اللعيبة اللي هتنزل تقريبا في الاسبوع الاول كمان فيه الشبتر التاني وهو النومين باس ايه وده تقريبا هيتفتح كل اسبوع شبتر منهم يعني هما ثلاث شبترات كل اسبوع هيتفتح شبتر زي ما انت شايفين كده الشبتر بيبقى فيه سكيل جيم وفيه موتشوات هتلعبها هتلم نوقات هتبتدي تمشي في المسارات اللي موجودة دي المسارات طبعا على هتلاقي فيها جواهر هتلاقي فيها كوينز وانت ماشي هتلاقي فيه لعيبة في النص زي كده بتجمع من الموتشوات والسكيل جيم اللي موجودة وبتصرف في المسار ده وتمشي طبعا فيه امكانية ان انت تحصل على فرصة ان انت تاخد ايفنت ايكون من الموجودين بس طبعا موضوع حظي يعني مش بشكل رسمي ده مصار النومين باس ايه واللي زي ما قلت مدته اسبوع وبعد كده هيتفتح البي وهيتفتح السي كل اسبوع هيتفتح شبتر منهم كمان دي تشكيلة الالتمت توتي والغريب فيها ان اوفرات اللعيبة مش هتزيد يعني العيبة توتي هي هي نفس اوفرات لعيبة الالتمت بنفس الاوفرات بالزبط ما فيش زيادة هيبقى الفرق بس في شكل الكروت ممكن يزودوا بقى حاجات مثلا زي الويك فوت تتحسن الورب كريت بتاع اللعيبة يتحسن او الاستيتوس ما اعتقدش قوي يعني مش هيبقى فيه فرق كبير هو هيبقى في شكل الكارت دول طبعا زي ما انتم شايفين كده دي متطلبات موجودة في الشبتر بتاع الالتمت توتي لما تحققها هتقدر تفتح جايزة لعيب من خمسة وتمانين لخمسة وتسعين ما بيتبعش كمان هتروح لبعد كده لما تخلص المهمات دي هيتفتح لك مهمات بعدها في اسبوع بعد كده يعني بعد ست يامة وبعد سبعة يامة الحدث وتقدر برضو لما تخلصها تاخد نسخة من اليسون او فريم بونج ما بيتبعوش او تاخد لعيب من اتنين وتسعين لأوفر سبعة وتسعين بيتباع وانت وحظك بعد كده عندنا تلات لعيبة ايكون بتختار منهم واحد بس وهم ريفالدو كنافارو لامبرد بتختار واحد منهم بيتفتح له مصار زي ما انت شايف كده نسخ بتزيد يعني نسخ اكبر من بعض زي نظام زيدان كده طبعا في متطلبات بتتطلب منك ان انت تجمع نقاط وانت تلعب مطار كتير او اتاك او ضد الزكاء الاصطناعي كمان في انرجي انت بتعتمد عليها في لعب دي كل يوم لك تقريبا تلاتة انرجي فري والباقي لو عايز بقى تشتري انت مسلا تقريبا ممكن تشتري بجواهر او بفيفا بوينت بعد كده عشان تكمل لعبة متشات او تستنى ايام تانية تجمع فيها من الانرجي الفري دي وتكمل متشاتك عشان تقدر تحصل النسخة الاخيرة التلاتة وتسعين من الايفنت ايكون المجاني ده زي ما قلت هتختار واحد بس من لامبرد او كنفارو او ريبالدو ولو اخترت واحد ماينفعش ترجع فيه تاني خلاص دي زي ما انت شايفين كده النسخة الاولى من كنفارو لها متطلبات ان انت تكسب خمس متشات كمان فيه كوستات هتنزل فيه كوستات يومية فيه كوستات اسبوعية فيه كوست شهري وفيه كوست سابت يعني تقريبا ده لمتطلبات كده وكل واحد طبعا بيدي جوايز فيه اللي بيدي نسختين دوديك فيه اللي بيدي نسخة من ماسكرانو لعم الحدث دي كمان المؤيدات اللي نازلة في الحدث مؤيدات من 88 ل97 ومن 85 ل97 كمان عندنا الستار باس واللي نازل فيه كيفين دي بروين بوفر 94 طبعا نسخة توتي العادية كمان هيبقى فيه تحدي يومي وفيه تحدي اسبوعي زي اللي كان موجود في حدث الشتاء هيديك لعيب من 85 ل92 ولعيب من 88 ل97 كمان انت تقدر تبدل نقط حدث الشتاء بتذاكر من بتاعة التوتي اللي هتمشي بيها في المسارات زي كده زي ما بدلنا طبعا نقط الستار باس ونقط الحدث اللي قبل كده في حدث الشتاء تقدر ان انت تبدل نقط حدث الشتاء في حدث تيموف زير كمان دي دخلة اللعيبة لما تيجي تفتح باك دي الدخلة بتاعة الباك منظرها جميل جدا 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 شكلها هايل مش متخيل شكلها ايه لما يجي لك لعيب مثلا من الالتيمت او من التوتي دي طبعا الكروت والاستاتوس بتاعتها كلياني مبابي وده كارت هالند الاستاتوس بتاعتهم من جوة كمان ليونيل ميسي وصورة تانية للتريتس بتاعته والوركريت بتاعه يعني الكروت كلها عظيمة عندك جود بلينجهام هعرض لك كل الكروت اللي نزلت تقريبا القوية في الحدث ده برضو الوركريت بتاعه كمان عندك كيفين دي بروين كروت كلها قوية جدا يعني تقريبا اللي هيبقى معاه خمس ستة كروت من دول في فرقته هيكتاح اي حاجة رودري برضو قوي جدا دفاعيا وفيزيكل برضو الوركريت بتاعه حلوة جدا بالنسبة للمركز عجبني بقى كارت سيو هيرناندز ان هو اربع نجوم سكيل كمان الفيزيكل والسرعة هيلين جدا بس مشكلتي معاه ان هو بيتقدم كتير يعني بيسيب مكانه في الدفاع كتير طيب روبين دياش كارت قوي جدا دفاعيا وفيزيكل عالي جدا برضو من اللعيبة القوية جدا فانضايك مية فاع مية فيزيكل قوي جدا برضو يعني تعريبا دول هيبقوا احسن كروت في اللعبة مش محتاجين يعني كلام فريم بونج بيس كويس جدا الفيزيكل ما عجبنيش واللي السكيل موف بتاعته برضو تلات نجوم ما عجبتنيش لكن كارت كويس جدا لكن اعتقد جواو كانسلوا افضل منه اليسون طبعا نازل احنا عارفين الحراس تقريبا كلهم شواه بعض اعتقد فاندرسار هيأكل الجو في الحدث ده فاندرسار ستة تسعين اديرسون برضو نازل له كارت اوفر اربعة و تسعين ده كارت فيني جونيور كارت رهيب كارت جبار ده كارت هاريكين الشوتينج بتاعه هايل جدا لكن طبعا احنا عارفين السرعة تعبانة ده كارت نازاريو رونالدو نازاريو واعتقد هيبقى اقوى مهاجم في اللعبة هيبقى وحش بمعنى الكلمة هوريك فيديو لتطويره في اخر الفيديو ده هوريك لقطة كده للتطوير بتاعه لما بيتطور بس حتى عشرين تمرين بيبقى عامل ازاي ده كارت جيرزينهو و كارت فاندرسار و الكروت اللي نازلة في اول اسبوع برضو ده هيبقى عاملاق حراسة المرمى ندفد من افضل اللعيبة اللي نازلة يعني امكانياتها كلها كده عنده توازن وامكانياته كلها جبارة كمان خمسة على خمسة ويك فوت دي حلوة جدا اشلكول من اللعيبة الكويسة جدا اللي نازلة الحدث لكن برضو سايو هيغطي عليه كمان ده كارت مبابل عادي مش التوتي و كارت فرانك لامبرد اللي هو نازل في الثلاث لعيبة و ده كارت كانفارو اللي نازل في الثلاث لعيبة اللي هتختار منهم واحد انا مبرشحش كانفارو و كمان ريفالدو عندي مشكلة مع اليو كيفوت هو شوال وبيلعب ليفت وينج يعني الرجل اليمين اللي جاء الملعب هتبقى ثلاث نجوم بس مش حلوة فبالنسبة لي لامبرد هيبقى افضل كارت فيهم و ده كارت بوكايو ساكا و واحد برضو من الكروت اللي نازلة في الحدث دي بعض الامكانيات بتاعته كمان عندنا فريدريكو كيزا نازل له كارت LM مركز جديد أوفر 91 هيبقى برضو كويس جدا في المركز ده ده كارت كريم بنزيمة اللي مركزه ما تغيرش نازل CF برضو فريدريكو فالفيردي طبعا دي بعض اللعابة اللي موجودة في الحدث واعتقد هتبقى مع كل الكروت اعتقد لحد أوفر 92 هيبقى متاح لكل الناس يعني اعتقد اللعابة الأوفر 92 كلها سعرها هينزل في الأرض لأنها تبقى متاحة بشكل كبير ده رونالدو لما تطور ثلاث تطويرات بس ثلاث رنكات بس وخد 20 تمبرين زي ما انتو شايفين كده الستاتس بتاعته جبارة سرعة وشوت وكمان الفيزيكال بتاعه كويس جدا الدريبلنج بتاعه عالي وبس يا صديقي دي كل حاجة كانت عن حدث التوتي والتسريبات اللي نزلت في البس المباشر لللعبة اشوفكو على خير في فيديو جديد سلام